أعزائي طلبات وطلبات الصف الأول السنوي أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من حلقات الأحياء في برنامجكم الجديد سر التفوق البرنامج معمول خدمة للصف الأول ولصف الثاني السنوي البرنامج جديد من نوعه الستيل جديد يا رب يحوز قبولكم هنحاول ان احنا نمسك المنهج جزئيات معانا مراجعات هنراجع برضا ان شاء الله مع للة الامتحان عايزين نشوف قراءكم استفساراتكم اي سؤال احنا معاكم على الهوى نرحب بكم مرة تانية مع برنامج سر التفوق واضح من اسمه ان احنا هنبذل كل جهدنا علشان نوصل بكم للتفوق ونوصل بكم للطريق الصحيح ان شاء الله هنبتدي أولى مراجعات علم الأحياء للصف الأول السنوي هنشتغل على أحياء الصف الأول السنوي طب تعالوا نفتكر مع بعض قبل ما ندخل على الأجزاء بتاعتنا أو قبل ما ندخل في أسئلتنا اللي احنا محضرينها لكم هو المنهج بيتكلم عن ايه احنا المنهج بتاعنا بيتكون من أربع أجزاء أول جزء هيكلمك عن الأساس الكيميائي للكائنات الحية أو للحياة يمكن أغلبه كيميا شوية أو كيميا عدوية بس لو فيهمناه صحا لأنه هو أمتع الأبواب الباب الثاني هنتكلم عن الخلية الخلية وحدة بناء ووظيفة الكائن الحي مش جديد عليك يمكن درستها في الصفوف الإعدادية لكن احنا هناخدها برؤية تانية وبشكل تاني الباب اللي بعد كده باب الوراثة الباب الثالث الوراثة وانتقال الصفات الوراثية ومن الأبائر الأبناء وبرضو كان عندنا فكرة عنها في الدراسات الإعدادية وأخذنا قوانين مندل بس السناجة هناخدها بشكل أفضل أو بشكل أوسع شوية أو مش هنرتبط بالقوانين المندلية لا دعنا هبدأ أتكلم عن قوانين وصفات بتنتقل بطرق أخرى اللي احنا هنقول عليها لا مندلية أو تداخل فعل الجينات الباب الأخير بيتكلم عن التصنيف ونصنف الكائنات الحية جميع الكائنات الحية على سطح الأرض إلى ممالك عندنا مملكة البدائيات عندنا الطلاقعيات عندنا الفطريات عندنا نبات وعندنا الحيوان النهاردة هنحول نختص جزء بتاعنا بأول جزئية اللي هو الأساس الكيميائي للكائنات الحية موجة سريع عن الباب عشان تبقى صاحي معي يعني إيه أساس كيميائي للكائنات الحية أنا عايزة أربط بين الكيمياء وبين الكائن الحي يعني عايزة أقول جسم الكائن الحي نبات كائن أو حيوان أي نوع من أنواع الكائنات الحية جسمه عبارة عن تركيب كيميائية أو مواد كيميائية بس مش الكيمياء اللي انت درسته مش سوديم وبوتاسيوم وخلافه لا أنا أقصد هنا كيمياء الجسم أو المواد الكيميائية اللي بتدخل فيه تكوين أجسام الكائنات الحية اللي احنا نقول عليها كيميا عدوية يبقى أنا هبدأ أشتغل على الكلام ده يعني أنا عايزة أتعارف أن كلمة كيميا عدوية أو كيميا منشأها من جسم كائن حي وفيها عنصرين رأسيين الكربون والهايدروجين طب هل أنا جسمي فيه الكلام ده؟ أكيد عندك مواد كاربوهايدراتين عندك ليبيدات اللي هي الدهون عندك بروتينات عندك أحمد ناوية كل دي عبارة عن مواد كيميائية عدوية دخلة في تركيب جسمك وليها أهمية كبيرة جدا في جسمك هنيجي نتكلم بعد كده عن الجزء الثاني اللي هو هيتكلم عن الإنزيمات والتفاعلات اللي بتحصل في أجسام الكائنات الحية طب تعالوا نرجع الجزئيات بتاعتنا دي أو نرجع الجزئية اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي في شكل أسئلة يبقى هنا نبتدي أول جزء بيتكلم عن الأساس الكيميائي للكائنات الحية وأنا فهمت يعني إيه أساس كيميائي للكائنات الحية هبدأ أتكلم عن المصطلح العامي أول سؤال المصطلح العامي اكتب المصطلح العلمي المناسب طبعا لكل عبارة نشوف أول سؤال سكر يتكون من إيه سكر؟ مالقربة هيدرات سكر سكر يتكون من ارتباط جزئ جلوكوز مع جزئ جالكتوز أولا ده سكر إيه ترى؟ ده أحادي ولا سنائي ولا معقد؟ لا ده سكر سنائي لأنه قالي من ارتباط جزئين ده جلوكوز مع جالكتوز إذن ده سكر سنائي سكريات سنائية بتنشأ من اتحاد جزئين من السكريات الأحادي وعلى حسب النوعب هل يترى الاثنين دول جزئ جلوكوز؟ ولا هل جلوكوز مع فاركتوز؟ ولا هل جلوكوز مع جالاكتوز لاحظت أن أنا قررت كلمة جلوكوز جتير أصل هو دايما أفضل صورة من صور السكريات الأحدية اللي موجودة في أجسام الكائنات الحياة طب أرجع أشوف السؤال تاني سكر يتكون من ارتباط جوزيء جلوكوز مع جوزيء جالاكتوز خلاص أنا فهمت سنائي بس أني يا ترى نوع من السنائي ما أنا خدت سكر ملتوز وخدت سكر ساكروز وخدت سكر لبن سكر لاكتوز يا ترى مين نفكر مع بعض جوزيء جالاكتوز هيكون مين أكيد طبعا هيكون سكر اللبن اللي هو سكر لاكتوز يبقى سكر لاكتوز كسكر سنائي ناتج من ارتباط جوزيء جلوكوز مع جوزيء جالاكتوز طب لو قلت جوزيء جلوكوز مع جلوكوز ده هيكون لي السكر الملتوز سكر سنائي طب لو قلت جلوكوز مع فاراكتوز هيكون لي سكر الساكروز اللي بنقول عليه سكر القصب ايه سكر القصب؟ سكر التحلية اللي أنا باستخدمه في البيت ده بيسمى سكر الأصف يبقى أنا كده طبعا الجزئية دي سهلة مهمة مفيش امتحان بيخلى منا طيب نشوف الجزئية التانية أو نشوف سؤال تاني احنا بنتكلم عن أسئلة المصطلح والمفروض سؤال المصطلح من الأسئلة المضمونة ليا يعني مضمون الدرجة بتاعتها نشوف سؤال تاني سكريات غير قابلة للزوابان في المية ولها وزن جزئي مرتفع سكريات غير قابلة للزوابان في المية وفي سكريات بتزوف في المية أكيد أنا عند السكريات البسيطة بتزوف في المية ما كنتش عرفت أحلي ما كنتش عرفت أجيب محلول جلوكوز إذا جميع السكريات البسيطة بتزوف في المية هذه أول حاجة وطالما زابت في المية أكيد هتتميز أن لها طعم حلو وطالما لها طعم حلو يبقى أكيد الوزن الجزئي بتاعها هيكون بسيط طب هو قال لي هنا الفقرة إيه سكريات غير قابلة للزوابان في المية ما مش هتدوب وطالما ما ده بتشي يؤمنهاش تعم ولها وزن جزيئي مرتفع بين من العبارة وزن جزيئي مرتفع هل يا ترى ده يكون السكر البسيط ولا السكر المعقد اكيد طبعا السكريات المعقد يبقى انا عندي السكر المعقد سكر غير قابل لزوبان في المية وله وزن جزيئي مرتفع يبقى انا عكست السكر البسيط تمام نشوف الفقرة اللي ورا مركب كحولي يتميز باحتواءه على ثلاث مجموعات هيدروكسيل مركب كحولي بيتميز باحتواءه على ثلاث مجموعات هيدروكسيل ايه اللي عبارة دي ايه مركب كحولي اكيد انا عندي فكرة ان المركبات العضوية بتكون مركبات كبيرة ما قصدش كبيرة انها انا طبعا احنا نستقدين ان هي اوزانها الجزائية بتكون مرتفعة لو معقدة وبقول ان الجزء بتاحها بيكون منخفض لو بسيطة بس حتى البسيط ده جزء جلوكوز يا ترى تركيبه ايه لو حد مننا يعرف ده الجلوكوزة C6 H12 O6 يعني البسيط ده يعتبر مركب كبير فعلشان كده طبعا المركب ده بيتحط دايما او بيتكتب فيه شكل سلاسل سواء كانت مفتوحة او مغلق يمكن معلومة اوفر او مش محتاجينها بس انا عايزة اوصل منها الحاجة اللي هو ايه مركب كحولي يعني شابه كده بالقلويات اللي انت اخدتها في الكيميا بتاعتك فيه ثلاث مجموعات هيدروكسيل انا عارف ان القلوي فيه مجموعة واحدة بس علشان المركبات دي بتكون مركبات طويلة وسلاسلها مفتوحة فقد يكون فيها جزء واحد او مجموعة واحدة هيدروكسيل او صنائية او صلاسية وكل من هما له الاسم بتاعه طب احنا في المنهج لنا حاجة او في الحتة اللي تهمني في حاجة اه انا خدت نوعين من انواع السكريات او الكحوليات اللي فيها مجموعة الهيدروكسيل دي مرة ذكرها فيه مجموعة الهيدروكسيل لو انا احادية او كحولي احادي ومرة ذكرها لو سلاسي معايا هنا السلاسي هو انا عايزة اوصل لاسم المركب الكحولي اللي عنده ثلاث مجموعات هيدروكسيل ايه هو يا ترى نفكر اسمه ايه اسمه ايه انا اخدته فين فانهي جزئية من المنهج طيب اكيد طبعا هفتقر ان ده الجليسرول الجليسرول مركبات كحولية بتتميز بانها بتحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل وبتدخل فيه تكوين اللي بيدات طيب ننتقل لفقرة دهون سائلة دهون سائلة تتكون من تفاعل احماض دهنية غير مشبعة مع الجليسرول عايز اعمل وقفة عند دي يعني ايه الحتة دي دهون سائلة تتكون من تفاعل احماض دهنية هو فيه دهون سائلة ودهون غير سائلة اكيد الدهون السائلة دي دهون بتوجد في سورة سائلة اصل الوزن الجزيء بتاحها بسيط اصلها غير مشبعة وانت اكيد عندك فكرة في الكيميا يعني ايه مركب مشبع ويعني ايه مركب غير مشبع مش عايز ادخل في تفاصيل كيميائية بس انا عايز اقول ده دهون وجودة في سورة سائلة والدهون دي عبارة عن احماض دهنية غير مشبعة هتبتحد مع الجليسرول ما انا الاساس بتاعي في تكوين اللي بيد او اللي بيدات ان انا عندي ثلاث احماض دهنية متحدة مع الجليسرول احفظ معايا بقى او نفهم الجزئية دي لو قالي ان الدهون دي دهون غير مشبعة يبقى انا بكلم عن حاجة لو قالي ان الدهون دي دهون مشبعة انا بكلم عن نوع تاني لو قالي انها متحدة مع كحول قحادي انا بكلم عن نوع ثالث ما انا خدت تلاث انواع وهم انا خدت الزيوت خدت الدهون وخدت الشموع طب يا ترى انه واحد من التلاتة ينطبق مع كلام اللي بنقوله ده دهون سائلة واضحة اكيد الزيوت دهون سائلة تتكون من تفاعل احمد دهنية وغير مشبعة ويمكن لانها مركبات غير مشبعة فبتكون خفيفة بتطفو على الوش وطبعا المتحدة مع الجلسرول يبقى انا لو عدت نفس الجزئية دي او نفس العبارة وقلت دي دهون سائلة او دهون تكت في صورة صلبة المرة دي تتكون من تفاعل احمد دهنية مشبعة العبارة تختلف كنت يا ذاته اختار ايه؟ طب نشوف ايجابتنا زيوت ما يتلامى دهون سائلة يبقى انا بتكلم عن زيوت لكن لو دهون صلبة يبقى انا بتكلم عن المواد الصلبة او الدهون طيب يبقى انا عرفت ان احض دهون السائلة دي دهون غير مشبعة اللي هي الزيوت ولو اتكلمت عن الدهون لا دي هتكون مشبعة عشان كده بتكون وقت ده الصورة الصلبة طيب ننتقل لفاقرة تاني مجموعة قاعدين تدخل في تركيب الحمد الامين مجموعة قاعدين تدخل في تركيب الحمد الاميني ايه الحمد الاميني؟ طب ما نجي نفتكره الحمد الاميني ده كان وحدة بناء وحدة بناء البروتينات الحمد الاميني وحدة براء البروتينات وهيجينا دلوقتي سؤال نقدر نفتكر مع بعض شكله بيكون ايه؟ الحمد الأميني الوحدة البنائية دي في زرة كربون وسطية انت درست وعارف ان زرة الكربون ربعية تتكافؤ زرة الكربون دي هتتحد مع مجموعة الكاربوكسايل الحامدية مع مجموعة الأمين القاعدية ومعيا هيدروجين ومعيا مجموعة الأر أو مجموعة الألقي طب ارجع اقرأ الاجابة أو السؤال مجموعة قاعدية تدخل في تركيب الحمد الأميني قاعدية لو قال لي حمادية كنت اخترت مجموعة الكاربوكسيل أو الكاربوكسايل لكن دي قاعدية أكيد هتكون طبعا مجموعة الأمين يبقى مجموعة الأمين مجموعة قاعدية بتدخل في تركيب الحمض الأمين العبارة اللي وراه بروتين يتواجد في أوراء وبزور النباتات وبلازمة الدم بروتين يتواجد في أوراء وبزور النباتات وبلازمة الدم أنا أخدت بروتينات قبل كده نوعين في تصنفنا أخدنا بروتينات بسيطة وبروتينات مرتبطة طيب هو قال لي أنه متحد مع حاجة؟ لا إذن هو بروتين غير مرتبط إذن ده بروتين بسيط وأنا ما أخدتش غير نوع واحد بس من البروتينات البسيطة اللي موجود فيه بلازمة الدم اللي موجود في بزور النباتات ولوه دور عظيم جدا مين دا يا ترى؟ طبعا الألبومين يبقى بروتين الألبومين بيتواجد فيه بزور وأوراء النباتات وأكيد فيه بلازمة الدم ننتقل لفكرة أخرى بحاول أننا أجيب فكرات بتشمل الجزئين نحن عايزين نرجح روابط ترتبط بها النيوكليوتي دات مع بعضها لتكوين الحمض النووي النيوكليوتي دات النيوكليوتي دات هي الوحدة البنائية للأحماض النووي وأكيد خدناها في إعداد وخدناها السندي الروابط أنا بتكلم عن إيه؟ روابطها تربط النيوكليوتي دات مع بعضها يعني أنا عايزة كل النيوكليوتي دات ترتبط بالأخرى كل النيوكليوتي دات ترتبط بالأخرى وانا عندي روابط هنا اكيد عندي روابط اللي بترتبط بيها النيوكليوتيدات عشان اكون الحمض الناودي اكيد دي هتكون روابط ايه طيب ما تيجي نرجع الروابط اللي عندنا وانا خدت كام رابطة في المنه انا خدت رابطة تساهمية انا خدت رابطة ببتيدية انا خدت رابطة هيدروجينية طيب ميز لكل واحدة في وما كانها فيه اول رابطة اسمها ايه قلناها رابطة تساهمية دي موجودة فين دي موجودة بتربط لي حلقات النيوكليوتيدة او جزقات النيوكليوتيدة بتربط زرات الكربون اللي بتكون النيوكليوتيدة مش بس كده ده المسؤول عن ارتباط زرات الكربون رقم خمسة مع مجموعة الفوسفات وزرات الكربون رقم واحد مع القاعدة النيتروجينية مش بس كده ده بتربط كمان نيوكليات ببعضها إذن كل كده ممكن أقول كله اللي فيه الحمد النووي تساهمية إلا خلي بالك مين إلا الروابط الهيدروجينية التي تربط بين قواعد الهيدروجينية وبعضها وبعض يبقى خلي بالنبق لو أنا بربط قواعد يبقى دي هيدروجينية هربط نيوكليوتيدات هربط زرات كربون في جزيء السكر أي ارتباط تاني يبقى ربطة تساهمية طب أنا لو خدت بالي أنا فيكن فيه ربطة قلتها في النص كده ما جبت سريتها الربطة البابتدية طب دي بإيه دي هتربط الأحماض الأمينية بعضها ببعض طب تعالي نرجع ليسؤال روابط ترتوط بها نيوكليوتيدات مع بعضها لتكوين الحمد النووي أظن كده قدرت الدنيا تتضح معايا شوي أكيد دي إيه بقى؟ أكيد طبعا الربطة روابط طبعا أكيد تساهمية أنا عارفة أن كل أبناء أنا الطلبة طبعا أكيد حافظين وفاهمين الكلام ده ومعايا دلوقتي يبقى عندنا الروابط التساهمين الحد الأدنى فقرة تانية بتقول الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائي الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائي إيه ده؟ هو في تفاعلات كيميائية بتحصل في الجسم؟ أكيد هو أنت مش خليط جسمك بيوصل لها الدم محمل بجزئات الغذاء مثل الجولوكوز ومحمل بالأكسوجين بيحصل إيه؟ بيحصل ارتباط أو بيحصل اتحاد أو بيحصل تكسر روابط أيا كان المعنى عشان حاجة من الاتنين يقيم أن أنا هتقصر جزئ الجولوكوز ده أو أي مادة غذائية عشان أحصل على الطاقة يقيم أن أنا ممكن أرجحها تاني جزئات معقدة عشان تدخل في بناء الجسم طبعا تيه تفاعلات كيميائية يا جماعة ما أن الجسم بيحصل فيه تفاعلات كيميائية هو؟ وأي تفاعل كيميائي محتاج حد أدنى من الطاقة عشان يبدأ التفاعل ده؟ ما ما ينفعش تفاعل كيميائي يتمي في درجة حرارة منخفضة لازم يكون عندي حد أدنى من الطاقة طيب يبقى لازم الخلية فيها حد أدنى من الطاقة حد أدنى يعني إيه؟ أقل حرارة ممكن تكون موجودة معايا عشان بس أحتاج لإيه؟ البداية دي أو عشان أبدأ التفاعل معايا طب ديها ترى اسمها إيه؟ فتكر معايا الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائي وأنا فهمت أنه ده بيتم في داخل أجسام الكائنات الحين طاقة التنشيط يبقى طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائي مهم عشان كده أسموها أو سموها طاقة التنشيط ليه؟ أصلاها طاقة مسؤولة عن طنشيط التفاعل الكيميائي طاقة مسؤولة أن يبدأ يحصل معايا تفاعل الكيميائي من هنا أطلقوا عليها طاقة التنشيط يبقى طاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائي هننتقل لسؤال تاني درجة الحرارة التي يبدأ عندها الإنزيم نشاطه درجة الحرارة التي يبدأ عندها الإنزيم نشاطه موضوع الحرارة دي عايزة أقف عنده أفكرت بجزئي الإنزيم مواد بروتينية تتأثر بدرجات الحرارة تتأثر بالبي اتش في الخليم طيب خلينا في درجة الحرارة احنا قلنا عشان يكون فيه بداية التفاعل أنا عايزة أطاقة التنشيط خلاص التفاعل بدأ يشتغل هيحصل إيه بعد كده الإنزيم ده علشان يقدر يعمل محتاج درجة حرارة يبدأ عندها نشاط الإنزيم أصل لكل إنزيم درجة حرارة بيعمل عندها الإنزيم بكفاءة بكفاءة دي يعني أعلى قوة نشاط له لكن إفرد الحرارة قلت هيقل نشاط الإنزيم مش هيوقف فجأة بس هيقل نشاط الإنزيم تدريجي إلا أن يتوقف وممكن يعود عمله مرة أخرى طيب لو رفعت هيقل نشاط الإنزيم إلا أن يتوقف بس لان يعود عمله مرة أخرى وهنرجع للجزء دي مرة تانية طيب أنا عايزة درجة الحرارة التي يبدأ عندها الإنزيم نشاط يعني الإنزيم ده عشان يشتغل محتاج درجة حرارة بداية هقول عليها إيه فتكر معايا درجة الحرارة الدنيا خلي بالك بق فيه درجة حرارة دنيا فيه درجة حرارة مصلة فيه درجة حرارة قصوى إيه دي درجة حرارة الدنيا دنيا أقل حاجة درجة الحرارة الأقل درجة اللي ممكن يبشتغل فيها الإنزيم يبدأ يمكن مش بنفس الكفاءة لسه بيبتري عمله لكنه بدأ يشتغل فدي بس ما درجة الحرارة الدنيا أقل درجة حرارة يبدأ عندها نشاط الإنزيم ومال إيه المصلة دي الحرارة بقى اللي محتاجها الانزيم عشان يكون اعلى كفاءة وقت كان في الوقت ده او في الدرجة دي طب ايه الكسوة الحرارة اللي لو وصل عندها الانزيم هيقف يبقى فيه دنيا بدأت عندها فيه مصلة هنا عندها الانزيم اعلى كفاءة فيه كسوة يعني لو رفعت الحرارة حاجة بسيطة قوي بعدها يقف عندها عمل الانزيم مايقدرش يشتغل في درجة الحرارة دي طب انا كده بتكلم عن درجة الحرارة طبعا الدنيا يبقى أنا كده ميزت بين التلات في طلبة بتسألني طب في بعض أحيانا الأسئلة يجي يقولك المدى الحراري إيه كلمة مدى ما أنا وصلت لكم نقطة أنا قلت درجة حرارة دنيا ودرجة حرارة قصوى والمصلة اللي في النص اللي هي أعلى درجة حرارة المسافة ما بين درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة القصوى دي بيطلق عليها المدى الحراري يعني المدى الحراري اللي بدأ عنده الإنزيم نشاطه يعني أنت بدأت عند يكن 5 درجة مقوية فاسلا وقفت عند 45 درجة مقوية يبقى المدى الحراري من 5 إلى 45 أنا ما بتراحش هنا أنا بقولي يا تروح من 5 إلى 45 يعني عايز أقوله أنا بدأت عند 5 وتوقف عند 45 وممكن دي 37 في النص تكون دي درجة الحرارة القصوى أو المصلة خلي بالك بقى يبقى أنا فيه 3 أو 4 كلمات قلتهم فيه درجة حرارة دنيا أقل درجة حرارة يبدأ عندها الإنزيم عمله فيه درجة حرارة قصوى الحرارة التي هي توقف من بعدها نشاط الإنزيم مش هارف يجيب بعد كده ما قدرش يشتغل بعد كده فيه درجة حرارة المصلة وفيه المدى المدى المسافة ما بين أقل حرارة وأعلى درجة حرارة طيب يبقى إحنا كده بحاول أن الجزئيات اللي بنيجي عندها بنجيب كل اللي حواليه هنشتغل على جزء تاني أو على نوع آخر من الأسئلة بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس يخزن السكر الأحادي في خلايا الأسد على هيئة يخزن السكر الأحادي في خلايا الأسد على هيئة الأسد ده إيه؟ ده كائن راقي يعني حيوان يعني من مملكة الحيوان لغارة طبعا الكلمة دي طيب نشوف اختياراتنا عندي نشا عندي جلايكوجين عندي ملتوز عندي سيليلوز يا ترى السكر الأحادي لما يحب يتخزن هيتخزن في صورة إيه؟ طيب هون ملتوز ده سكر سنائي طيب السيليلوز ده بيدخل في تكوين جدر الخلايا النباتية طيب النشا ده كاربوهايدرات مخزن بس فين؟ طيب الجلايكوجين ده عبارة عن سكر أو كاربوهايدرات مخزن أظن كده الإجابة وضحت أنت بتتكلم عن مين؟ أنا بتكلم عن الأسد ده حيوان يبقى أنا لما أجي أخزن المواد الكاربوهايدراتية هتخزن في أنسجة الحيوان على هيئة ها؟ فكر معايا نشا جلايكوجين ملتوز سيليلوز ها؟ على هيئة أكيد هيكون على هيئة جلايكوجين الجلايكوجين هو النشا الحيواني الجلايكوجين هو النشا الحيواني نشا لو هقول عليه في أنسجة النبات الجلايكوجين لو هقول عليه في أنسجة الحيوان طب هو قال لي أسد أنسجة حيوان يبقى أكيد طبعا هيكون على هيئة جلايكوجين يبقى النشا بيخزن على هيئة جلايكوجين في أنسجة الحيوان بيسمى نشا حيواني خلي بالك طيب نشوف فاكرة تاني من أمثلة البروتينات الحديدية ايه دي؟ يعني ايه بروتينات حديدية؟ وانا عندي بروتينات حديدية؟ طبعا مش احنا اتفقنا ان انا عندي بروتينات مرتبطة يعني ايه مرتبط يعني بروتينات هترتبط مع حاجات تانية او مع عناصر اخرى على حسب نوع البروتين ده وما كان تواجده ووظفته طيب البروتين لو ارتبط مع الحديد هطلك عليها بروتينات ايه حديدي طب تعال نبص على اختياراتنا الكازين السيروكسين الانسولين الهيموجلوبين كلهم اخدناه كازين سيروكسين انسولين هيموجلوبين يا ترى انهي نوع من الاربعة اللي موجودين قدامنا بروتين متحد مع حديد اللي لو انت جيت تعبت في مرة وضخط وروحت للدكتور وقالك ان انت عندك انيميا لان انت عندك نقص حديد اهتمل في غزائك بالعسل اسود وخلافه يبقى انت قالك عندك نقص ايه ها اكيد هيكون نقص الهيموجلوبين يبقى البروتين لو اتحد مع حديد هيكون لبروتين امالك كازين اللي كانت فاتت دي ايه طب تعال نرجع كده للعبارات عشان نفسر الكازين الكازين بروتين متحد مع الفوسفور موجود فين في لبن السيروكسين هرمون الغضة الدرقية داخل فيها نسبة يود يعني لو اتحد اليود مع البروتين كون سيروكسين لو اتحد مع الكازين كون اللبن او اتحد الفوسفور مع الكازين كون سكر اللبن لو اتحد مع الحديد كون الهيموغلومين لسه في واحدة لو اتحد مع الأحماض النوية هيكون الكوروماتين دي أنواع المرتبط اللي احنا درسناه نشوف فكرة تانية يعتبر مين من الليبيدات المشتقة احنا أخذنا لبيدات بسيطة زيوت دهون شموع واخذنا لبيدات مشتقة واخذنا لبيدات معقدة في دماغك مميز التلاتة من الليبيدات المشتقة مين الليبيدات مشتقة دي يعني ايه مشتقة أصلا؟ يعني دي عبارة عن زيوت عبارة عن دهون ممكن يحصل بها تحلل مائي يعني تتحلل مع المية وتكون لي الليبيدات المشتقة يبقى الليبيدات المشتقة أصدت بها ايه؟ تحلل الليبيدات البسيطة سواء كانت دهون أو زيوت مائيا طيب تعال نشوف الأمثلة بتاعتنا عندنا الزيوت عندنا الفصف الليبيدات الشموع الكوليسترول يا ترى مين من الأربعة هيطلع ليبيدات مشتقة طبعا أكيد 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 كل الطلب عارفوها أكيد هيكون مين؟ الكوليسترول 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 من الليبيدات المشتقة التي تنتج بالتحلل المائي للدهون أو للزيوت يبقى دي ليبيدات مشتقة أمال الزيوت والدهون اللي كانوا فاتدوا لأ دي بسيط أمال الفصف اللي بدات دي كانت ايه؟ لأ دي كانت معقدة طيب تحرر الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في جزئات بعض المواد هيسمى تاني العبارة تحرر الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في جزئات بعض المواد هو أنا أعمل إيه؟ دي أنا بجيب طاقة مختزنة أو الروابط كيميائية جواها طاقة مختزنة وبحررها طب أنا أخذتها في إيه دي؟ تحرير الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية أي مركب كيميائي روابطه بتحتوي على طاقة لما أنا أحب أنزع الطاقة دي عشان يستفيد بها الجسم عايز أحرر الطاقة دي عشان يستفيد بها الجسم دي عملية أي طراء طب نشوف اختياراتنا ده أنا عندي بناء عندي إخراج عندي هضم وعندي هدم طب ما تيجي نبص على كل واحدة كده بناء هو بناء ده أنا بحرر طاقة لا ده بناء ما بتحررش طاقة ده البناء أنا هبدأ ممكن أستهلك طاقة مش حرر طيب الإخراج دي عملية حيوية بتقوم بها أجسام الكائنات الحية طب الهضم دي تفاعلات وإنزيمات بتتم في داخل أجسام الكائنات الحية لهضم بعض المواد طب الهدم ما هو قال لي هدم قال لي أجسدة قال لي احتراق كله بيحمل نفس المعنى اللي هو إيه إن أنا هبدأ أجيب الطاقة أو هجيب مركب كيميائي وليكن مثلا سكر الجلوكوز وسكر الجلوكوز ده هحرقه في وجود الأكسوجين عشان أحرر الطاقة ما ده يا حبيبي اللي بيحصل معنا في خليانة إزاي؟ أي خلياة في جسمك بيوصل لها إيه؟ هيوصل لها محمل بيه محمل بالغذاء وتبعا أفضل مادة بيفضل الجسم أنه يتم حركها هي الجلوكوز تبني السكريات البسيطة طبعا ومع الأكسوجين يبدأ يحصل تفاعل ممكن أقول عليه كذا تعريف ده أنا ممكن أقول تحويل جزئات الطعام الكبيرة إلى جزئات أصغر طب ديني شكل أكثر دقة ممكن أقول أنا هكسر الروابط هكسر أو تكسير الروابط الموجودة بين جزئات المواد الكيميائية لتحرير الطاقة صح؟ طبعا أنا ممكن أقول حاجة تانية أكسادة المواد الغذائية في وجود الأكسوجين لتحرير الطاقة كلها مفردات لحاجة واحدة يبقى أنا بعمل عملية إيه؟ هدم احتراق أكسادة والنتيجة ده هتنطلق الطاقة اللي بيها الكأن الحي بيقدر يمارس حياته أو يبدأ يمارس بيها النشاطات بتاعته وعملياته الحيوية يبقى أنا كده فهمت أنه ده عملية الهدم وخلي بالنا ما أنا مش كل طاقتي بس تنفذها أنا تعشيت عشوة كندة جدا ونمت والهدم شغال والهدم شغال والطاقة كونة ما في عندي مركب اسمه ATB بقى عندي حاجة اسمها الATB اللي هي أدينوزين سلاسي الفوسفات ايه دي؟ أدينين قعدة أدينين سلاسي عندي ثلاثة الفوسفات ده اسمه مركبات خازنة للطاقة عملة الطاقة ناقلة الطاقة كل دي أسماء له مركبات خازنة ناقلة عملة يبقى برضو الATB مركب بخزن في الطاقة في طالب يقول لي ايه طب ايه الفرق من الATB والجلايكوجين؟ لأ الجلايكوجين أنا خزنت الكاربوهايدريت نفسه أنا خزنت الكاربوهايدرات في صورة الجلايكوجين لكن الATB انت خزنت الطاقة المنطلقة من أكسات الكاربوهايدرات ده يبقى كده فيه فرق كبير بين الاتنين يبقى نرجع لسؤالنا تحرير الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في جزئات بعض المواد ده هيسمى طبعا أكيد هيسمى عملية الهدمة خلي بالك حرف هدمة من هدمة يبقى وزلق معنا الكلمة هدمة لازم أنا راجل إن شاء الله يعني هدخل علمي احنا بنحب الأحياء أكيد راجل هدخل علمي وإن شاء الله هندخل علم علوم ونفضل مع بعض السنين الجاي إن شاء الله يبقى أنا لازم أبقى دقيق جدا في كلامي هدم ولا هدم طبعا هدم نشوف العبارة اللي ورا القاعدة النيتروجينية التي لا توجد في الحمد الناوي الدي انا عايزاه قاعدة نيتروجيني 16 مش بوجودة أنا لقلت علي جزئة الأخيرة أنا عندي الأحمد النوية نوعين في حمد نوبي يسمى DNA في حمد نوبي يسمى RNA كيف هو عايز قاعدة نетровزينية اللي توجد في الحمد النووية DNA فيه قاعدة ثبتة في ال 2 السيتوزين موجود في ال 2 الجوانين موجود في ال 2 أو الجوانين موجود في ال 2 أمال يايلي موجود في ال1 ولا يوجد في ال RNA الثيمين اللي برمز له بحرف T الثيمين طب ايه اللي موجود في الارن ايه ولا يوجد في الدي ايه اليوراسيل من المزل بحرف اليو طيب نرجع على بارتنا انا عايزة قاعدة نترجينية اللي توجد في الحمض الناوة دي ايه مش موجودة عندي في الدي ايه ها واضحة كده طيب نشوف الاختيارات هل هي الادنين ام الجوانين ام اليوراسيل ام السيمين هل يترك قاعدة التي لا توجد ارجع على بارتي التانية سنكون اريها غلط قاعدة نترجينية لا توجد في الحمض الناوة دي ايه اكيد كده واضحة ان هي ايه اكيد ها اكيد طبعا اليوراسيل لان اليوراسيل يوجد في الارن ايه ولا يوجد في الدي ايه وجزئية دي ايه وارن ايه هارجع لها بعد شوية ونعمل مقارنة بين الاتنين ونشوف ايه المهم فيهم بس خلينا في ترتيب اسئلتنا يبقى اليوراسيل سؤال 6 احنا في اختر عدد الاحماض الدهنية الداخلة في تركيب جزيء واحد من الفوسفوليبيدات اه يعني سؤال في حنت التفكير عدد الاحماض الدهنية الداخلة في تركيب جزيء واحد من الفوسفوليبيدات طب افتكر معايا هو انا كان بيدخل معايا دهون اساسا اه ما التركيب الطبيعي بتاع الاحماض او التركيب الطبيعي بتاع الليبيت بتاع ايه او الليبيدات ايه كان عندي 3 احماض دهنية متحدة مع الجلسرول ده التركيب دي الوحدة البنائية ده التركيب الجزئي 3 احماض دهنية متحدة مع الجلسرول طب هو قال لي مع مين مع الفوس الليبيدات هو الفوس الليبيدات دي يا ترى ايه هل هي الليبيدات بسيطة ام معقدة ام مشتقة لأ أنا مقلتش في المشتقة في اللي فات أنا قلت الكلستيرول والاسترويدات في المشتقة إذا أن هتفكر معايا ييم ما تكون معقدة ييم ما تكون بسيط بس العبارة قال لي فسفوليبيدات بينه فسفوليبيدات يعني الليبيدات المتحدى مع فسفات مع مجموعة فسفات ألا لا يعني داخل على مجموعة فسفات أكيد طب مجموعة الفسفات دي هتستبدل بدل الحمض الدهني رقم كم كم رقم ثلاث스 يعني تلاتة أصبح مش موجود هشيل الحمض ده وحط مكانه الفوسفات طب تعال نشوف اختياراتنا هل يترى عدد أحماضي اتنين تلاتة ولا اربعة ولا خمسة معلش عايزة أرى السؤال تاني عدد الأحماض الضهنين الداخلة في تركيب جزيء واحد من الفوسفو ليبي دات هل يترى ألف اتنين به تلاتة جيم أربعة دال خمسة أكيد كلنا عارفنا عندي كام اقع حد يجي يقول لي تلاتة حبيبي لا ما احنا قلنا ان الفوسفو ليبي دات دي ليبي دات معقدة تم استبدال الحمض الدهني رقم تلاتة يبقى تارد أصبح مش موجود يبقى انت عندك كام دلوقتي عندي اتنين أكيد يبقى اللي جاعة بتاعتي رقم ألف وهي اتنين يبقى عندي اتنين حمداء ميني بيدخلوا في تكوين الفوسفو ليبي دات الفقر الوراء ترتبط الأحماض الأمينية ببعضها بروابط خلي بالك احنا رجعنا روابط من دقايق قلتلك انا عندي روابط تساهمية ده انا عندي روابط هيدروجينية ده انا عندي روابط ببتدية هما الدور الثلاثة ده انا هتحرك فيهم في المنهج طب هو قال لي ترتبط الأحماض الأمينية بمعضها بروابط نشوف اختياراتنا تساهمية بايونية جيم هيدروجينية دال ببتدية فكر الأحماض الأمينية هترتبط ببعض بروابط اي ترى هل تساهمية هل ايونية هل هيدروجينية ام ببتدية ها يا ترى انهي فيهم الصح اكيد الربطة البيبتدية ما احنا اتفقنا لو انا هربط نيوكليوتي دات هربط زق السكر هربط زرات كربون هربط بمجموعة فوسفات اي حاجة تخص الدي ان ايه او الار ان ايه تساهمية الا لو قال لي بين القواعد النتروجينية وبعضها دي هيدروجينية طب البيبتدية لا ده تربط كل حمدين امينيين ببعض يبقى الربطة بين الأحماض الأمينية روابط ببتدية وافقرك بيها كانت بتنشأ نتيجة نزع جزيق مية هتنشأ نتيجة نزع جزيق مية عشان تحصل الربطة بين الاتنين حمد اميني كنت بحتاج انزع جزيق مية هنزعهم مية كنا بننزع مجموعة هيدروكسيد من مجموعة القربوكسيد كنت بنزع زرات هيدروجين من مجموعة الامين او اتش اتش كونت مية يحصل الربطة بين الاتنين حمد اميني المتجاورين والربطة أصبح اسمها ربطة بيبتدية والمركب أصبح اسمه مركب سنائي البيبتيد شفت أنا طلعت كم كلمة أنا قلت أنا هكوّن تفاعل اسمه نازع للمية ليه؟ ليه بيسمع نازع للمية؟ أصل تم نازع مجموعة الـ OH أو الهايدروكسيد من مجموعة كاربوكسيل من أحد الحمدين الأمينين ونزعة زرة هيدروجيني من الحمد الأميني الآخر لتكوين جزء المية وبعدين؟ وتتم الربطة البيبتدية بين الحمدين المتجاورين أدي كده كونت اسم الربطة واسم التفاعل طب المركب لناتك ده اسمه إيه؟ سنائي البيبتيد والسنائي يصبح سلاسي وهكذا عديد لغت ما كون سلاسل يبقى الربطة اللي عندي هنا ربطة بيبتدين أياً مما يلي السؤال رقم 8 أياً مما يلي ليس من وظائف البروتينات أياً مما يلي ليس من وظائف البروتينات برضو من الأسئلة اللي ممكن تقول بتقيس شوية مستويات تفكيرها لي طيب أبص على اختياراتي عشان نفع حفظ ونقل المعلومات الوراثية التحكم في معدل التفاعل مقاومة الأمراض مقاومة الأمراض حركة المواد داخل وخارج الخلية نرجع لسؤالنا تاني أياً مما يلي ليس من وظائف البروتينات إيه ترى من العبارات الأربعة دول من وظائف البروتينات وأيهم ما ليس من وظائفه حركة المواد أنا أجيبها من تحت الفوق حركة المواد داخل وخارج الخلية اللي هي الفقر دال هل دي من خصائص البروتينات؟ أكيد وصلنا للباب التاني وأكيد عرفنا أننا حبيبات البروتينات بتتحكم طيب مقاومة الأمراض ها في حاجة أسمها أكسام مضادة وأنا عرفها من زمان التحكم في معدل التفاعل يعني بتزيد من سرعة التفاعل أو تخفضه ها الإنزيمات عوام المساعدة عوام المساعدة حيوية لكن هل البروتينات دي هتحفظ وتنقل المعلومات الوراثية؟ لا ده شغل مين؟ ده شغل دي إنيه بقى هنا ده شغل دي إنيه يبقى حفظ ونقل المعلومات الوراثية دي مسؤولة عنها الأحماض الناوية وخاصة ندي إنيه لكن التحكم في معدل التفاعل أو بروتينات مقاومة الأمراض بروتينات حركة المواد الداخل وخارج الخلية بروتينات إذن عبارتنا حفظ ونقل المعلومات الوراثية الليسة من وظائف البروتينات ننتقل للفقرة تسعة عندنا كواشف في المنهج هيستخدم كاشف البيوريت هيستخدم كاشف البيوريت في الكاشف عن عندي كم كاشف في المنهج أخذنا كاشف بندكت خذنا سودان أربع خذنا البيوريت طب البيوريت دي أترى فين طب تعال كده نبص على اختياراتنا هل بكشف بمحلول البيوريت عن السكريات البسيطة هل بكشف بي عن الليبيد أو الليبيدات هل بكشف بي عن النشويات النشا هل بكشف بي عن البروتينات من الأسئلة السهلة المضمونة طبعا أكيد بكشف بي عن البروتينات كاشف بندكت بيكشف عن السكريات الأحادية فرصة لو بتيجي الجزئية بنجي بلا حوالي احنا بالراجع كاشف بندكت أنا بكشف بي عن السكريات الأحادية والأحادية بس سنقية لا معقدة لا معقدة هجيب لها يود يبقى كاشف بندكت سكريات احدين كاشف سودان اربعة بكشف بيه عن الدهون او عن الليبيدات كاشف البيوريت انا بكشف بيه عن البروتينات حتى من اسمها بيوريت بروتينات مش هتتنسى طيب نشوف سؤال تاني ترتبط مجموعة الفوسفات في النيوكليو تيدا بزرة الكربون الرقم قلناها من شوي لما تخلنا الشكل بتاع النيوكليو تيدا وقلت دا انا عندي زرة الكربون رقم 5 ماسكة بايه وزرة الكربون رقم 1 بتتصل بايه طب نشوف اختياراتنا هل يترى الفوسفات هترتبط بالنيوكليو تيدا بزرة او بزرة الكربون رقم الف واحد باتنين جيم ثلاثة دا الخمسة اكيد كلنا حفظناها خلاص اكيد مرتبطة طبعا برقم نشوف الاجابة الصحيحة مين طلعت رقم خمسة طبعا اما الواحد هتتمرتبطة بايه بالقاعدة النيتروجينية يبقى واحد مع القاعدة النيتروجينية واحد خلاص ما نجع بيها دي قاعدة عشان اربط الاتنين شريط مع بعض لكن خمسة هترتبط بمجموعة الفوسفات هننتقل لشكل تاني من الاسئلة اسمه علل لما يأتي اول سؤال علل لما يأتي السيلولوز من السكريات التي ليس لها طعم دايما سؤال علل لبقى محتاج فكر شوية او اعرف ايه المخزن من السؤال ليه السيلولوز مروش طعم هو السيلولز احنا اخدنا فين بيدخل في تكوين جدر الخلايا طب السيلولز ده طبيعته ايه او تصنيفه ايه ده السيلولز عبارة عن كاربوهايدرات بس هل يترى كاربوهايدرات ايه بسيطة احدية وسنائية ولا كات كاربوهايدرات معقدة طيب يبقى السيلولز من السكريات اللي ليس لها طعم اكيد لانه سكر ايه اكيد لانه سكر ايه عرفناها اكيد اكيد لانه سكر معقد السكريات البسيطة تزوب في الماء لها طعم حلو وزنها الجزيء منخفض السكريات المعقدة لا تزوب في الماء ليس لها طعم وزنها الجزيء مرتفع يبقى نشوف الإجاب بتاعتنا لأنه سكر معقد يعني إيه معقد؟ يعني ساعات بيسموه عديد التسكر بيتكون من عدة جزئات جولوكوز عدة جزئات جولوكوز ما هو معقد وهم يخواصه طبعا أنه لا يزوف المية وليس له طعم اتنين علم تحتوي مؤخرة الطيور المائية على غدة زيتية يعني مش لازم أجيب لك نفس سؤال اللي انت حافظه بتغطى ريش الطيور المائية بطبقة زيتية مش لازم نفس الاسطنبل اللي نحافظها ما نمكن نلعب الكلام شوية هو طبعا طالما عندها غدة زيتية يبقى بتفرز مادة زيتية علشان تغطي الريش بتاع الطيور طب ليه؟ هل يا ترى ليه؟ أخدناها فين؟ لازم أفتكر الجزئية لأنك كنت بتكلم عن الليبيدات البسيطة تحتوي مؤخرة الطيور على غدة زيتية وقال لي طيور مائية كمان وممكن يقولي برضو تغطى ريش الطيور المائية بطبقة زيتية نفس السؤال بس بصيغة مختلفة وهنوصل لنفس الإجابة دي كانت نوع من أنواع الحماية اللي كانت بتحصل لبعض أنواع الطيور المائية حتى إيه بقى يفتكر معايا ما احنا خدنا ثلاث أنواع من الليبيدات خدنا الليبيدات اللي هي الزيوت اللي هي الليبيدات بسطة طبعا أخدت الزيوت بتغطى ريش الطيور المائية وخدت الدهون موجودة كطبقة تحت الجلد بعض الحيوانات وخاصة القطبية وخدت الشموع أنها بتغطى أوراق النباتات الصحراوية من جولة ثلاثة أنا أتكلمت عنهم وأكيد كان لهم موظائف طب تعالوا نشوف إيجابتنا هتكون إيه لأنها تفرز مادة زيتية هتغطى ريش الطيور المائية فلا تنفذ الماء فلا تعقها أثناء الطيران يعني لازم يكون الطيور المائية دي عشان بتنزل تخذ الغذة بتاعها أو تصطاد فريستها من تحت المية وبترجع بنفس السرعة تعالوا بص كده على السقر وهو نازل على المية بشكل عمودي وطبعا ليه هدف من كلمة عمودي أخدته قبل كده الانكسار مش عايزة أتطرق ليه كان كلام في إعدادي المهم أن ننزل له بشكل عمودي وطلع به السمكة دي بنفس سرعته نزل المية وطلع بنفس سرعته ايه القدرة دي؟ لأنه هو مغطى بطبقة زيتية طب جرب كده نحط طبق الزيت على جسمك وحط نقطة مية لها جريت يبقى وجود الزيت على سطح الحيوانات دي بيساعدها ان المية ايه ما تنفسي ليها وبالتالي يفضل جسمها خفيف فما تعقهاش أثناء الطيران نوع من أنواع الحماية نشوف الفقرة اللي وراها تغطى أوراق في نفس الجزئي تغطى أوراق النباتات خاصة الصحراوية بطبقة شمعية كل النباتات تقريبا بتغطى بالطوقة الشمعية دي بس تعال على الصحراوية هديها أهمية شوية مش معنى؟ أولا نبات صحراوي بيعيش في بيئة ينظر فيها المي درجة الحرارة مرتفعة جدا الشمس عمضي على النبات يعني وارد قوي أن النبات ده يبدأ يخرج المية دي يبدأ يعمل عمليات نتح النبات هيعمل عمليات نتح طب ما ده مشكل؟ هو أساسا المية عنده قليلة أنت ميتك قليلة وتعملي النتح تفقد لي أو تفقد شوية المية لحلتك؟ طبعا لا يبقى لازم يكون عندي حماية علشان أحميه من أن المية بتاعته تنفذ منه هيحصل إيه؟ الطبقة الشمعية طب نشوف الإجابة لتقليل الفاقد من المية أثناء عملية النتح يعني كده كده هو لازم هيعمل نتح عشان يلطف درجة حرارة جسمه النتح هو وظائف أخرى بس اللي يهميني هنا أنا عايزة يا عمي أعمل نتح ماشي بس قليل قليل لأن أنت أساسا بقتك ما فيهاش نسبة المية الكافية أن أنت تفقد فيها مية أو تعمل عمليات نتح طبيعي بكمياته زي من النباتات العادية بتقوم به يبقى لازم يكون عندي طبقة شمعية عشان بيها أتحكم في كمية المية اللي ممكن يفقدها النبات وخاصة الصحراوية أن أنت بقتك فيها مشكلة أنت ما عندكش مية أو عندك نضرة في المية ياريت الأحياء بالذات الأحياء بالذات عايزة فهم في بعض الطلبة وبعض إلشاعات كده اللي أنا مش بحب أقولها أن يقولك الأحياء دي مادة حفظ خالص بل بالعكس الأحياء من المواد اللذيذة جدا والممتعة جدا في دراستها مادة الأحياء عايزة فهم ما تاخدش الكلام كده لا إحنا عايزين نفهم مادة الأحياء أفهم هارف أجيب الحفظ بعد كده حافظت من غير مفهم ما ينفعش استقبل العالم كله في العلم فلازم كل عبارة تعدي عليك أفهمها يبقى لازم أقلل الفاقر من المية لازم أفهم كل جزئية بتتكلم عن إيه وفعلها في حياتي واللي بشوفه يوميا الفاقر رقم أربعة تختلف الأمينية عن بعضها البعض في هنا سؤالين شبه بعض جدا وغالبية الطلبة بيختلفوا فيه السؤالين دول أو بيغلطوا فيهم علشان كده اللي اتنين دول بالذات أنا جبتهم وراء بعض في الفاقراتين اللي وراء بعض طيب بص السؤال الأولاني نقرأت تاني مع بعض تختلف الأحماض الأمينية عن بعضها البعض ما فيش حمد أميني شبه التاني ما هو ما ينفعش أنا عندي عشرين نوع من الأنواع الأحماض الأمينية ليهم نفس التركيب البنائي اللي أنا عارفه اللي هو زارة الكاربون الوسطية مجموعة الكاربوكسيل الحامدية الأمين والـ H والـ R الـ R دي دي مجموعة دي مجموعة اسمها مجموعة الـ R أو مجموعة الألقيل يعني أنا ما درستش عنصر اسمه الـ R ما فيش حاجة اسمها كده لكن الـ R دي زي ما أقول الفقرة دي مثلا أو المكان ده عيلة ألف ولان أي حد إن العيلة هيقدر يسد مطرحه فأنا عايز أقول الـ R دي مش حاجة الـ R دي مجموعة من العناصر أو مجموعة من المركبات اسمها مجموعة الألقايل فلو شلت الأروح حطيت حاجة حطيت حاجة اسمها ميسايل إيسايل مش عايزة أدخل فيه كلام كيميا عشان ما تتضيقوش منه لكن أنا عايزة أقولك أن الحاجات السبتة في تكوين الحمض الأميني الـ H سبتة مجموعة الأمين سبتة مجموعة الكاربوكسيل سبتة كلت رابط السلسية اللي فوقه سبتين ما بيتغيروش من حمض للتاني لكن مين اللي يتغير اللي هو الـ R مجموعة الـ R أو مجموعة الألقايل هي اللي تختلف من حمض أميني إلى آخر طيب تعال نشوف تاني السؤال بإجابته تختلف الأحماض الأمينية عن بعضها البعض يبقى أنا مفيش عندي حمضين شكل بعض طب ليه بقى؟ لاختلافهم في مجموعة الألقايل أو مجموعة الـ R وأنا فهمت أن المجموعة دي عبارة عن عيلة مفيش حاجة اسمها R في عيلة اسمها R مكان الـ R حطيت ميسايل حطيت إيسايل حطيت بروبيل أي أن كان نوع اللي أنت بتحطه هيكون لك أنواع من الأحماض الأمينية يبقى خلي بالك أول اختلاف ليه الأحماض تختلف عن بعضها البعض؟ أنا لست في الصغير في الحمض في المونمر ليه الأحماض الأمينية تختلف عن بعضها البعض؟ لاختلافها في مجموعة الـ R طيب أنا عايزة السؤال بقى اللي جاي توجد ملايين من المركبات البروتينية رغم أن عدد الأحماض الأمينية لا يتعدى العشرين طيب أنا ممكن أقول سؤال تاني يحوي نفس المعنى هقول لك يوجد عدد لا نهائي من البروتينات أو يوجد عدد لا حصر لهم من البروتينات يا جماعة البروتينات اللي داخل في تكوين جسمي دي في منها أنواع وأشكال لا تتخيل الشعر ده بروتين الجلد بروتين اللحم بروتين الأضافر بروتين سيب كل ده وادخل جوه عندي جهازك الهضمي كل إنزيمات ومواد بروتينية شو بقى كل جزئية من جهازك الهضمي تهضم إيه؟ والبروتيين بيختلف إزاي؟ بلاش ده؟ ادخل على الغضة الصماء كل الغضة بتكون لك بروتينات كل ده بروتين وفي أكتر من كده بكتير كل ده بروتينات طب التنوع الرهيب ده ده في عدد لا نهائي ده في تنوع رهيب جدا رغم إن أنا ما عنديش غير عشرين الحمد أميني بس التنوع ده بيجي إزاي؟ يبقى في فرق بين تختلف البروتينات وتختلف الأحماض الأمينية أنا مركزة على السؤال لين دور تختلف أحماض أمينية خلاص في منها الاختلافة في مجموعة الألقايد طب تختلف البروتينات هو البروتينات ده بيتكون من إيه؟ من ثلاثة من الأحماض الأمينية يبقى الاختلاف الأحماض الأمينية بس هتختلف في إيه؟ ثلاث كلمات عايز أحفظه هتختلف فيه أعداد وأنواع وترتيب يعني إيه؟ تخلى وعلا جبت لك مثلا على سبيل المثال عشرين علبة خرز ألوان وأشكال مختلفة وديت لكل واحد فينا العشرين علبة دول وقلت له إيه؟ هقابلك بكرة كون لي عقد كل واحد يكون كاما عقد ما ممكن واحد يقول لها نعمل عقد بتاعي كله لون واحد لا أنا أحط لعشرين لون لا أنا أحط خمشار لون لو اتفقنا نحنا كلنا هنحط لون واحد أو كلنا هنحط أسفا كلنا هنحط عدد معين العدد المعين ده أنا ممكن أرتب غير فلان غير علان يعني أنا عايز أقول إيه؟ ارجع لي سؤالي تاني عندي تنوع الرهيب ده ليه؟ أصلا أنا عندي عشرين نوع العشرين نوع دول ارتب وغير ونوع برحتك هيديك عدد لا نهائي يبقى الثلاث كلمات اللي أنا عايز أربطهم أحفظهم منك كويس أو إيه؟ لاختلاف أعداد هتستخدم العقد بتاعك من كام؟ السلسلة البرتونية من كام؟ أعداد أنواحهم إيه؟ هترتبهم إزاي؟ بص على إجابتك يبقى لاختلاف أعداد وأنواع وترتيب الأحماض الأمني؟ المكونة للسلسلة اللي بيبتدية ما أنت هتكون سلسلة بيبتدية؟ السلسلة دي هتحط فيها عدد قد إيه؟ سلسلتك طولها إيه؟ طب الأنواع اللي عندك إيه؟ طب هترتبهم إيه؟ ركز قوي في السؤال ده عشان مهم يبقى أنا اللي هيعمل لي اختلاف إيه؟ احفظي ثلاث كلمات دول أعداد وأنواع وترتيب الأحماض الأمني يبقى أنا كده فصلت بين التعليلتين اللي معايا وكده الوقت الحلو بيعد بسرعة للأسف فوقتنا عدة إن شاء الله على وعد باللقاء آخر ويكون المراجعة أشمل ونحاول نجي مراجعة أشمل أبواب كلها منتظرين أراءكم وإكتراحاتكم وأسئلتكم عايز الحصة جاي لأي مداخلات وأسئلة معانا يارب نكون قضينا وقت كويس مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة